قصة زينات صدقي مع السادات اللي أنقذها من الفقر بعد ما باعت عفش شاقتها بعينها الخضرة وبخفت دمها بقت ملكة الكوميديا وخطفت قول بجمهورها مش بس كده دي كانت وش الساعدة على كل اللي بيمسل معها ورغم إنها تجوزت مرتين إلى إنها بتعتبر أشهر عانس في السينما المصرية لكن في النهاية الفن ما نصفهاش وباعت شاقتها والرئيس السادات وقف جنبها أسرار في حياة زينات صدقي زينات صدقي بنت البلد وأم دحكة جنان اتولدت في اسكندرية سنة 1913 لعيلة كانت على أد حالها بس زينات كانت أمر عيون خضرة وشعر سايح لكن جمالها الرهيب ده سبب لها مشاكل كتير فيدوب خدت الابتدائية أبوها وامها لأوها تدورت وحلوت كده قالوا لها والله ما هتروح المدرسة تاني انت كفايا عليك تتجوزي بقى زينات لك الليها حول ولا قوة فرضيت بالأمر الواقع وتجوز الدكتور وهي عندها 15 سنة يعني وهي مثلا فتن يعدادي لكن اطلقت منه قبل ما تكمل سنة زينات كان عليها صوتي جنن اللي بيسمعه من حلوته فكبت غني مع صحبتها خير يا صدي في الأفرح والمناسبات باسكندرية ولما قالت لعالتها انها عايزة تمثل رفضوا وقالوا لها انت عايزة جبلنا العار زينات قدام السيطرة دي ما كانش قدامها غير انها تهرب مع أمها وصحبتها اللبنان وهناك بقى طورت موهبتها بالغنى وعملت مونولوج باسمها فكبت قول انا زينات المصرية ارتست ولكن فنية اغني واتسلطا يعني تعال اشوف المصرية وفضلت زينات تغني حبة حلوين في لبنان لحد ما حصلت الكرسى فكانت في مطربة اسمها فتحية احمد كبت تغني في نفس المكان اللي بتغني فيه زينات وزينات اغني فتحية تغنيها في فقراتها الغيرة مسكت في فتحية وشدت زينات من شعرها والشرطة ده دخلت وكررت زينات تسيب لبنان لكن قبل ما تمشي من لبنان اتعرفت على بدي عمصة ابني الرقاصة المشهورة وقالت لها ما تفكك يا زينات من الغنى وتيجي تشتغلي عندي في الكازون بتاعي وفعلا اشتغلت زينات في الاول رقاصة جنب تحية كاريوكا وسمية جمال لكن ما كملتش في الرأس اصلها قبلت نجيب الرحاني ولقى عندها موهبة وقدمها في المسرح والسينما وفي الوقت ده قررت انها تتجوز بعد ما قالت انها مستحيل تقرر التجربة دي تاني لكن اتجوزت زبط من الزباط الاحرار وبرضو طلعها في الستينات ده اتعرضت زينات لازمة مالية خلتها تبع شاقتها بالفوزات والسجاد علشان تسدد فلوس الدرايب وقعدت سنين من غير شغل ولما قرر عبد الناصر يكرمها ما عرفوش يوصلوا لها غير بعد فترة لقوها اعدى في بيت على قد في قرية وكرمها عبد الناصر ودى الها بيت ومعاش لكن اللي ما تعرفوش عزيزي المشاهد ان زيناتك تعافيفة النفس لاقصى درجة تتخيلها ففي سنة 1976 الرئيس السادات عارف ظروفها واتصل عليها وقال لها انا بدعيك يا ست زينات تكوني في حفلة عيد الفن عشان هيتم تكريم انسانة موهبة زيك في الوقت ده زينات ما كانش عندها فستان تلبسه فقررت الشركة المنظمة للحفل تديها فلوس سلاف تشتري واحد الى انها رفضت وحضرت ببلوزة وجيبة عادية ولما شاف المخرجين حالها قالوا ندلها ادوار الى انها ردت عليهم وقالت انا مش عاوزة شفاء اتكرمت زينات من السادات سنة 1976 وسلمها شيك بقى 1000 جنيه ودها معاش استثنائي من جنيه وعزمها على فرح بنته لدرجة ان ادها تليفون شخصي وقال لها يا زينات ان احتجتي حاجة انا موجود لكن ما طلبتش حاجة وقالت كفاية الرهيس اللي هو فيه في ناس محتاجة عني وفي اواخر ايامها اتصابت زينات بمية عرقة وما رضيتش تروح المستشفى وحارتها الضهورت وجالها هبوط وماتت سنة 1978 بعدما الفن اخدها لحم ورمها عظم على حد تعبرها يا طرى انت من محبين الفنانة زينات صدقي قلنا رأيك في التعليقات اشتركوا في القناة